أهلاً بكم في الأجندة يمر العالمان العربي والإسلامي هذه السنوات بمحنة غير مسبوقة في الاتساع والنوع تكاد تهدد وجود هذه المجتمعات وفي مثل هذه الظروف تحتاج المجتمعات إلى التركيز على بعض الحكائق وتأكيدها مراراً وتكراراً حتى لا تفقد بوصلتها تجاه المستقبل تجاه بر الأمان هذه الحلقة ستمر على بعض هذه الحكائق التي قد تكون معروفة ومفهوماً لدى عامة الناس وخاصتهم لكن الهدف والتأكيد عليها وطرقها من زوايا مختلفة بات واجباً على وسائل الإعلام والتثقيف حتى لا تضيع البوصلة كما قلت ويفقد الناس الرغبة في البحث عن مخرج نجاح إذن عن الفتنة التي تمر بها مجتمعاتنا وعن مفهوم الفتنة نفسه من ناحية اللغوية والاصطلاحية سيكون حديثنا لهذا المساء فكونوا معنا الكلمات مثل الكائن الحي في بعض الوجوه لها دورة حياة تشبه دورة حياة الإنسان تبدأ بالولادة وتنتهي بالموت أو بالشيخوخة الطويلة وتمر بمراحل الطفولة والصبا والشباب والكهولة والكلمة أشبه بالمرأة على وجه الخصوص لأنها بثل المرأة تكون محبوبة في طفولتها وصباها ومرغوبة في شبابها وكهولتها ثم تدخل سن اليأس حيث تنتظر أجلها كما أن الكلمات تنجب أيضا مثل النساء تنجب معاني ودلالات متعددة الكلمة الواحدة لا تحمل معنا واحدا طوال الوقت فهناك المعنى الأولي المعجمي ثم تأتي المعاني المجازية المعنى المعجمي عادة يكون حسي ثم تأتي المعاني المجازية والمعاني السياقية سياق الجملة سياق النص سياق الخطاب وهكذا لكن الكلمات تتميز عن الكائن الحي بعد ذلك في أنها أو في أن موتها أحيانا يشبه موت النجوم الكبيرة يتحول النجم في السماء إذا مات إلى ثقب أسود يمتص الكواكب والأجرام التي في مداره ويمتص النور خطرت هذه المعاني بذهني وأنا أتأمل كلمة فتنة أردت أن أتحدث معكم عن الفتنة التي يعيشها العرب والمسلمون في هذه اللحظات التاريخية الحرجة لكني ترددت باستعمال هذه الكلمة كلمة فتنة لأنها أصبحت بسبب الاستعمال المبتذل لها والاستعمال الخاطئ أصبحت مثل المرأة التي دخلت سن اليأس أكثر المتلقين لم يعد يحب سماعها أو لم يعد لها وقع مؤثر في ذهنه ووجدانه سبب ذلك أنها كلمة قديمة الاستعمال في الخطاب الديني بليت من الاستعمال الكاصر الخطاب الديني الشعبوي غير العلمي حمل هذه الكلمة طلالات وإحاءات مبتذلة وكاصرة جعلت الكلمة جزءا من الطاقم اللغوي للجماعات المتطرفة والجماعات العقيمة والخطاب المتخلف عن ركب الحياة في ذهن كثير من الناس فأصبح من الصعب على باحث مثلي أن يفكر في استعمال هذه الكلمة بدلالاتها العلمية لأن استعمال كلمات ذات سمعة سيئة يعني يشبه الزواج من امرأة سمعتها سيئة في المجتمعات الشرقية عندما تستعمل كلمة ذات سمعة رديئة كأنك تزوج امرأة سمعتها رديئة حدث هذا معي شخصيا من قبل عندما حاولت استعمال مصطلح علمانية بدلالات جديدة حاولت أن أحمله بدلالات جديدة لكن كان بعض الأخوة يقول لي الدلالات مكبولة لا يوجد مشكلة لكن الكلمة نفسها أصبحت ملوثة سمعتها أصبحت سيئة فبحث عن غيرها لكن الأمر ليس بهذه السهولة التي يظنها البعض كما أنه ينطوي أحيانا على نوع من الخداع غير المكبول لدى النخب المثقفة لأن الخمرة ستظل خمرة حتى لو صببتها في جرار جديدة كما يقول المثل بعد التصرف فيه هناك كلمات لا تكون مقامها كلمات أخرى في الدلالة مثل كلمة فتنة التي سترافقنا في هذه الحلقة هذه الكلمة لابد من إعادة تحميلها بدلالات لا أكل جديدة وإنما تأصيلها وإعادتها إلى النبع القديم دلالاتها القديمة ثم استخراج الدلالات المجازية والاصطلاحية اللائقة بها دون تلك التي لوثها الخطاب الإسلامي المغلق القاصر العقيم الكلمات عادة تولد بمعاني حسية ثم تتحول بعد ذلك إلى معاني تجريدية تجريدية غير عكس حسية معاني حسية يعني معاني يمكن للحواس الخمس أن تتصل بها الشيء الذي يمكن رؤيته أو سماعه أو لمسه أو شمه هو شيء حسي يعني مثلا كلمة طاولة هذه الكلمة تشير إلى شيء حسي يمكن أن ألمسه وأن أره الآن لكن هذه الكلمة كلمة طاولة تحمل في بعض السياقات وفي بعض الجمل معنى آخر معنى مجرد يعني مش حسي يعني عبارة مثلا طاولة المفاوضات التي يستخدمها الخطاب السياسي والإعلامي طاولة المفاوضات هي طاولة تجريدية مجازية غير حسية لأنه لا توجد طاولة حقيقية اسمها طاولة المفاوضات وإنما معنى مجازي المقصود به الاجتماع للتفاوض سواء اجتمعوا حول طاولة أو اجتمعوا بدون طاولات المهم تجري مفاوضات ونفس الأمر مع كلمة فتنة هذه الكلمة ولدت بمعنى حسي محسوس يعني هو ما يفعله صائغ الذهب بالذهب في النار صائغ الذهب إذا أراد أن يصف الذهب من المعادن الشوائب التي بجوار الذهب التي كتشبه ماذا يفعل؟ يضع الذهب في النار والنار تفرز المعادن الأخرى وتستبعدها من الذهب هذه العملية تسمى فتنة الذهب هذا هو المعنى الحسي الأول للكلمة لكن القرآن هو ربما الشعر العربي من قبل قبل ذلك قد منحا هذه الكلمة الدلالة مجازية تعني تعريض الإنسان لظروف صعبة جدا مثل تعريض الذهب للنار إما بقصد إرغامه على فعل شيء أو بقصد إرغامه على ترك شيء وإما بقصد امتحانه وهذا هو المعنى الديني ابتلاء اختبار وقد وردت بالمعنى الأول في بواقع كثيرة وماطن كثيرة بالقرآن مثل قوله عن أصحاب الأخدود إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق الذين فتنوا فتنوا هنا بمعنى كهروا فتنة النفس بقهرها وإرغامها على ترك عقيدتها أو الشيء الذي تحبه وهناك الفتنة بمعنى الابتلاء بالمتاعب سواء أكانت متاعب حسية أو متاعب معنوية كما وردت في قوله تعالى أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون وَلَكَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ كَبْلِهِمْ فَلَيْعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيْعْلَمَنْ الْكَاذِبِينَ فتنة هنا جاءت بدلالة اختبرنا وامتحننا الامتحان طبعا هذه المعاني كانت معاني أولية يعني كان من المفترض معاني مجازية لكنها كديمة كان من المفترض أن يقوم الخطاب الديني والخطاب الديني بتطويرها إلى معاني فلسفية عميقة وشابلة لكن الذي حدث هو العكس كان الخطيب الديني الشعبوي بتقليص دلالتها كثيرا حتى كادت تنحصر في علاقة الرجل بالمرأة والمشكلات الاجتماعية والسياسية يقال مثلا المرأة فتنة أو يقال أن الثورة ضد الظلم والفساد يؤدي إلى الفتنة ثم يضيفون إلى ذلك يقولون بعد ذلك والفتنة نائمة لعن الله من أعيقظها وكان القرآن قد رد على أجداد هؤلاء فقال ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين يعني البعض يبرر موقفه الخاطئ في الوقوف مع الظلمة والفاسدين والأنظمة التكتاتورية يبرر هذا الموقف بدعوة اجتناب الفتنة علشان لا نكعش في الفتنة ابتعدوا عن الفتنة بلاش تثوروا ضد الظلم والفساد والانحطاط خوفاً من ماذا؟ من الفتنة القرآن يرد عليه ألا في الفتنة سقطوا الحقيقة هي أنه بهذا الموقف واقع هو مع الفتنة أو في صفها لذلك لأن الفتنة الفتنة هي السكوت عن الظلم وعن فساد الحكام والدول وليس مقاومة الظلم والفساد لا يمكن أن تكون الفتنة هي مقاومة الفساد والظلم العكس هو الصحيح الوقوف بالسكوت عن الظلم السكوت عن الفساد والانحطاط هو الفتنة هو الذي يؤدي إلى الفتنة وهو الذي يؤدي إلى الثورات إذا كانت الثورة فتنة الثورة هي نتيجة فساد وظلم ونتيجة فتنة فتنة السابقة عليها هذا إن كانوا يفكهون إذن فالمعنى العام لكلمة فتنة هو تعريض الإنسان وإرادة الإنسان لظروف قاسية كتجبره على اتخاذ موقف خاطئ وهذا بالضبط هو ما تفعله أنظمة الجور والقهر والفساد الحاكمة في الوطن العربي وهذا هو أيضا ما تفعله أبواقها الدينية التي تشرع لها تشرع ظلمها وفسادها فالحاكم الذي يفسد الدولة يفسد المجتمع وفساد النظم الاجتماعية يؤدي إلى أزمات ومشكلات تعرض الناس لظروف صعبة قاسية لا تحتمل وهذه هي فتنة الحاكم أو النظام الحاكم يفسد الدولة يحصل فساد في الاقتصاد يحصل انهيار تفتن الناس أما فتنة شيوخ الدين فتكون عندما يوظفون الدين لخدمة الظلم وخدمة الفساد فتنة شيوخ الدين تستهدف عقول الناس وضمائرهم لأنهم يضعون الناس البسطاء في حالة حيرة وفي حالة الطراب لا يعرف الإنسان البسيط مع من يكف مع الدين هل يكف في صف الضعفاء أمثاله أم في صف الأكوياء الحاكمين هل يكف في صف الثورة على الباطل أم في صف الباطل نفسه وهكذا يتعرض العقل للكهر والتشويش وتتعرض النفس كذلك للتشويش وضغوط نفسية جبارة وتلك هي الفتنة أو تلك فتنة أخرى بهذه المعاني لكلمة فتنة يمكنني الكون أن العالم اليوم بدوائره الثلاثة أو بدوائره الثلاث اللي هي العالم الكبير والعالم الإسلامي والعالم العربي هذه العوالم اليوم تمر بظروف فاتنة قاهرة للإنسان وتزداد هذه الظروف تركيزا وشراسة كلما اتجهنا إلى الداخل العربي وهذا الأمر يتم بشكل ممنهج ومدروس قبل أجهزة معنية ومختصة وخبيرة ما هو مصادفة الهدف من خلق هذه الفتن العظيمة هو ترويض المجتمعات للكبول بما يملأ عليها من مخططات تخدم أعداءها في الداخل وفي الخارج يريدون صهر هذه المجتمعات صهرها في كدور الأزمات حتى تصبح رخوة كابلة للتشكل في أي صورة يريدها الحاكم المستبد المحلي وولي أمره الأجنبي يعني لن تمر صفقة القرن لن تمر صفقة القرن التي يخططون لها من دون إدخال المجتمعات العربية في فرن الأزمات الساخن والأمر لن يتوقف عند هذا الحد الدوائر الصيونية والإمبريالية ومطاياها العربية لن تتوقف عند صفقة القرن وإنهاء القضية الفلسطينية لصالح إسرائيل الذي يحدث اليوم من حولنا يقول إن الأمر أبعد من فلسطين هذه الدوائر المذكورة تريد ضمان الاستقرار في العالم العربي لصالحها إلى الأبد ولن يحدث ذلك إلا إذا أعادوا بناء المجتمعات العربية على هويات جديدة مختلفة عن الهويات القديمة وهذا ما يقومون به الآن على قدم وساق ويمكننا أن نلحظ خطين أساسيين في الجهود المبذولة من أجل إعادة تشكيل المجتمعات في الشرق الأوسط هناك خط أول خط الأول هو تحطيم الرابط الدينية بين هذه المجتمعات والخط الثاني تحطيم الرابط الثقافية بينها لأن الرابطتين الدينية والثقافية هما سر بكاء هذه المجتمعات متماسكة حتى الآن وهما مصدر طموحاتها الأخرى والطموحات العربية المتناكضة مع طموحات الصيونية والاستعمار وخدامهم الحاكمين في الداخل لكن كيف يحدث هذا التعامر على الرابط الدينية والرابط الثقافية للعرب دعونا نستمع الإجابة على لسان مايكل فيلين مايكل فيلين أول مستشار للأمن القومي الأمريكي في عهد ترامب وهو المدير السابق أيضا للمخابرات العسكرية الأمريكية يعني مناصب خطيرة وكبيرة يعني خطيرة للغاية صاحبها ذو تأثير واسع خلونا نسمع ما الذي يقوله مايكل فيلين حول الإسلام سيكون سيكون في أجرس يعد أولاً ومن ثم النقاط الأمريكي وحصل على الاسسي موطاني الإسلام التعامر في الشرق الإسرين والساسي كان سيكون بغطت سوى أننا نستمر حلق في حالة باقرات النقاط في الحلق وقر على طرح لكي تجأة إجادة إجادة الإسرائي فإنهم ستحتاج إلى أمام المدارسة. لكننا نستخدم 40 عاماً مايكل فيلم بأنه أحد أكثر الكارهين للإسلام في العالم. الرجل يقول في هذه المقابلة في بقيتها تقريباً إنه من الضروري مهاجمة الإدولوجيا الإسلامية وتشويهها. كما فعلنا من قبل معلاء الإدولوجيا الشيوعية. وذكر العمليات العسكرية كخيار لمواجهة الإدولوجيا الإسلامية. لكن اللافت والخطير في هذه المقابلة أن مايكل فلين تحدث عن خطة عرضها في كتابه عن مواجهة الإسلام. هذه الخطة تقوم على بناء تحالف للكرن الواحد والعشرين كما سماه. يعني خطة طويلة المدى. لأنهم يريدون ضمان استقرار المنطقة في جيبهم لأمط طويل. كما قلت قبل كليل. يتحدث عن تحالف. تحالف بين من ومن بين أمريكا وإسرائيل من جهة وبين خدامها في المنطقة العربية من جهة أخرى. وقد ذكر منهم بعض القوم. ذكر منهم السيسي وأشاد به كثيرا. وقال فلين أن على العرب أن يتحملوا الجانب الأكبر في تنفيذ هذه الخطة. يعني الجانب الأكبر من خطة تشويه الإسلام. لأن هذه الخطة كما ذكره. قد يقول البعض لعله يكصد الإسلام المتطرف مثل داعش والقاعدة مثلا. لكن الحقيقة المؤسفة أن فلين يتحدث عن الإسلام نفسه برمته. لا عن الإسلام بمذهب معين أو المتطرفين فقط. مايكل فلين وكل إدارة ترامب يعتقدون أن الإسلام برمته متطرف وعدواني. ويكره الغرب كما يقول ترامب. بل إن فلين يصفه بالسرطان الخبيث الذي يفتك بجسد مليار وسبب مليون مسلم في العالم. هذا هو الإسلام في رأي مسئول أمريكي كبير. سرطان. ويجب استقصال هذا السرطان من هذا الكوكب كما قال. هكذا قال. بلين. وهكذا يرى ترامب بكل وضوح في هذا المقطع. حتى يسمع مelse. لا يمكننا فعل ذلك. لن نحن نحن نع Lumia. كما يفعلنا الفاستوات ون��جتنا فاستوات الأعوار ونسبال خاص ونحن ونحن هذا إسلاما. مجرد أقوم بسفاعتني إذا كتبت لأكي الصعور توجد 1.7 عزيزين على هذا المجنف ويحتاج إلى أن يخذ yellسود 2010 فاعدنا مجرد أقوم بحياة أعتقد أني يتنقل بجرد بجرد there's something there that there's a tremendous hatred there there's a tremendous hatred we have to get to the bottom of it there is an unbelievable hatred of us in Islam itself you're gonna have to figure that out okay you'll get another Pulitzer right but you're gonna have to figure that out but there is a tremendous hatred and we have to be very vigilant we have to be very نحن نحن أمام خطة كبيرة وعمل ضخم ما يقال إلا ما يخرج الإعلام إلا رأس الجليد لتشويه الإسلام ومواجهته هناك خطة واضحة يشترك في هذه العملية التاريخية الواسعة يشترك فيها بعض حكام المسلمين أنفسهم وأنفسهم الذين ذكرهم فيلن في المقابلة السابقة ذكرهم بالاسم وهذا يجعلني أقول أن المجتمعات العربية تمر وستمر بأخطر فتنة واجهتها منذ ظهور الإسلام حتى الآن حتى أخطر من فتنة ضياع الأندلس لماذا؟ لأن الفتن القديم التي شاهدتها المجتمعات العربية والإسلامية كانت تأتي على عساب الأرض والجسد والبدن كانت تتوقف عند الحرب أو ضياع الأرض أو الظروف المعيشية القاسية أما هذه الفتنة التي نحن فيها الآن فستصل إلى قهر عقول الناس وضمائرهم والعالم كله متحد في هذا الأمر يعني قهر الإنسان من داخله دون أن يجد أي منفذ يهرب إليه وهذا أخطر ما في الموضوع الخوف هنا ليس على الإسلام طبعا على الإسلام فكرة لا تموت ولا تقتل مثل غيرها من الأفكار الدينية الخوف هنا عن المجتمعات العربية نفسها لأن الإسلام يشكل لديها رابطة سياسية مهمة إذا سقطت هذه الرابطة أو انحصرت في مستويات شعبية محدودة يعني إذا ذاك الإسلام تتكلّص إلى أن يصبح محصور في فئات مجتمعية محدودة ما الذي سيحدث؟ ستسقط بعدها فورا رابطة الثقافة بين المجتمعات العربية لأن الإسلام هو الذي شكل رابطة الثقافة للمجتمعات العربية وبسقوط الرابطة الدينية والرابطة الثقافية للعرب ستحدث انهيارات متتالية كثيرة بنفس طريقة سقوط أحجار الدومينو كل حجر يسقط الذي يليه حتى تسقط الأمة الكبيرة برمتها وتبقى المجتمعات الصغيرة ثم تدخل هذه المجتمعات في فترات تي طويلة للبحث عن هويات جديدة وضيكة لا تخلو فترات البحث فيها عن حروب أو من حروب داخلية صغيرة وصراعات نخبوية كبيرة يعني إحنا مقدمين على مخاطر لا كدر الله وكل هذا يخدم الدوائر المتآمرة ولا يخدم الشعوب مطلقا الشعوب مصلحتها في الحرية والديمقراطية والحاكم العرب المختصف للسلطة لا يحب سمع هذه الكلمات أبدا ديمقراطية وحرية هذه كلمات سويلة ارتكارية وهو يدرك جيدا أن الأمة لن تهدأ حتى تحصل على مطالبها وحقوقها ويدرك أن الرابطة الدينية والثقافية هي مصدر وحدة الأمة وقوتها ومن ثم لا بد من الإطاحة بهذا المصدر وبهذه الأسس التي تسبب تمسك المجتمع وتوازن الخطة ليست لمواجهة الجماعات الإسلامية المتطرفة مثل داعش وغيرها ولا لمواجهة الخطاب الديني المتطرف بل مواجهة الإسلام نفسه الإسلام الفكرة والإسلام الجماعات ونذاهب المعتدلة والإسلام بكل أفكار معقولة يعني هم لا يخافون من داعش ولا من القاعدة هذه الجماعات تخدمهم ولا تضرهم إنما الذي يضرهم هو الإسلام المعتدل الذي يثور المجتمعات ضد الاستبداد ويغضي المجتمعات الإسلامية ضد المشاريع الاستعمارية والاستغلالية الأجنبية باختصار ووضوح هدفهم النهائي هو التخلص من الإسلام نفسه هذه هي الحقيقة هذه الحقيقة ينبغي أن تكون واضحة لدينا حتى لا لا نسلم على غير الضيف كما يقول المثل اليمني حتى لا نضيع الكثير من الوقت في محاولة معرفة الحقيقة ومعرفة ما يرضي الغرب ولنطرح على أنفسنا هذا السؤال ماذا نفعل إذا خطة جهنمية مثل هذه ماذا نفعل هناك العديد من عوامل اليأس في المشهد العربي والإسلامي الراهن لكني لا أنصح بالاستسلام لها خاصة وأن فرص النجاح من هذه المحنة أو فرص النجاح بالأصح من هذه المحنة حالية جدا صحيح أن قوى العالم كله وكلها تجد من مصلحتها تفكيك الإسلام والعالم الإسلامي لأسباب خاصة كل قوى لديها أسبابها الخاصة أمريكا وأوروبا روسيا الصين الهند كل هذه الدول لها مشكلة خاصة مع الإسلام الإسلام السني تحديدا وكلها دول قوية بل هي الأقوى على الكوكب كل هذه الدول من مصلحتها تفكيك الكتلة الإسلامية السنية ومع ذلك فإن فرص النجاح من مصير الأندلس متوفرة صحيح أننا في أضعف حالاتنا من ناحية السياسية لكن في المقابل هناك حالة وعي عربي وإسلامي لم يسبق لها مثل في التاريخ لم يسبق أن وجدت كتلة عربية وإسلامية شعبية ونخبوية لديها من الوعي مثل ما لديها هذه الكتلة التاريخية الموجودة اليوم في الوطن العربي وضع خطا تحت عبارة كتلة تاريخية لأن وجود هذه الكتلة هو شرط التحول التاريخي للمجتمعات كما قال اليسار من قبل وكما أعتقد شخصيا الأمم تغيب عن الوجود عندما يغيب وعيها السياسي والحضاري أما وحالة الوعي العربي في أزهى مراحلها فلا خوف على مستقبلنا بل إن كثيرا مما يجري ضدنا الآن كد يتحول إلى صالحنا وفكا للسنن الكونية في التغيير خذ على سبيل المثال الهجمة الشرسة التي تشن على الإسلام من مختلف المحاور وعلى مختلف الوجوه كانوات سياسية واستخبارية وإعلامية ونشاطات هائلة للتشكيك فيه وتشويهه حسب مصطلح مايكل فيلن هذه الجهود في حقيقة الأمر ستخدم الإسلام أكثر مما ستضره أو لنقول ستخدم الحقيقة أيًا كانت الإسلام يتعرض لامتحان الأسئلة الشكية إما أن يصمد أمام هذه الأسئلة ويثبت أقدامه في عالم الحقيقة أو يخسر المواجهة ونتخلص من وهم إذا كان الإسلام حقيقا فسيصمد إذا كان وهما فسنتخلص من وهم والذي أعتقده أنا هو أن فرص انتصار الإسلام في هذه المواجهة أعلى فرص عالية وأعتقد أيضا أن هذه الفتنة ستخلصنا من كثير من الشوائب الفكرية التي عالقت في أذهاننا عن الدين عامة وعن الإسلام خاصة والتخلص من هذه الشوائب مصلحة كبرى سيكون لها أثر إيجابي في المستقبل ينبغي أن نراكب الفرصة ونتأملها نراكب الفرصة في جوف التهديد العقرب سام وقاتل لكن سمومة قد تتحول إلى أمصال طبيعية أو أمصال طبية لمعالجة أخطر الأمراض كذلك فإن الهجمة التشكيكية التشويهية ضد الإسلام قد تخدمه ولا تضر وتخدمنا من ثم لأنه هو الذي يشكل الجزء الأكبر من وعينا ومن مواقفنا والمحصلة لدينا اليوم هي حالة وعي أمتازة غير مسبوقة في تاريخنا ولدينا فرصة عالية لتخلص الإسلام من أوهام المسلمين التاريخية ويبقى لدينا عائق واحد فقط هو يعني من أجل الخلاص يعني هو حكوماتنا العميلة للأجنبي ذلك اللص الماكر الذي يخدعنا ينهبنا ويقدم لنا بعض أوراق النجو ويضحك علينا ببعض شعارات حقوق الإنسان ليس هناك اليوم سوى عام الواحد أساس يسبب حالة الضعف والتيه والفشل العربي هو الحكومات العميلة للأجنبي الحكومات العربية العميلة للأجنبي وهناك نشاط واسع من قبل هذه الحكومات ومن بعض المثقفين العرب لصرف الانتباه عن هذه الحقيقة وتحميل الإسلام نفسه بسؤولية فشلنا هناك من المثقفين من يحاول تبرئة الأنظمة السياسية من مسؤوليتها عن حالة الانحطاط التي وصلنا إليها عن طريق إلصاكة تومة بالإسلام يقول لك الإسلام هو السبب الإسلام هو سبب تخلفنا وليس الأنظمة السياسية وليس الاستبداد والديكتاتورية على أي أساس أن الإسلام هو الذي قاد يعني على أي أساس يكون هو سبب تخلفنا هل هو الذي قاد الثورة البضادة للثورات العربية أم هو الذي يحارب الديمقراطية ودعم حكومات الاستبداد هذا نوع من التزوير ستدفع ثمنه الشعوب العربية نفسها الخطاب الذي يصرف ذهنك ووجدانك عن العدو الحقيقي اللي هو الاستبداد والديكتاتورية إلى عدو وهمي هو هو الإسلام هذا الخطاب هو خطاب يعمل على تزوير وعيك نعم يتحمل الخطاب الإسلامي جزءا من المسؤولية عن حالة الانحطاط التي نحن فيها لكن الإسلام نفسه لا يتحمل ذلك لأن هذا الإسلام نفسه لم يكن عائقا أمام العرب في الكورون الأولى لم يكن عائقا أمامها للنهوض والحركة بل على الأكس كان هو العامل الأساس وربما الوحيد لنهضتها آنذاك فلماذا يكون اليوم عائق لماذا يكون أمامها عائق في هذه اللحظة التاريخية ما الذي في الإسلام من عوامل الإعاقة ليس موجودا في تجارب المجتمعات الأخرى هل هو أسوأ من الهندوسية مثلا والبوذية ومن آلاف الأديان الهندية هذه الأديان في الهند لم تكف عائقا أمام تقدم الهند الآن الذي في حالة التسارع هل هو أسوأ من اليهودية؟ هل الإسلام أسوأ من اليهودية؟ التي لم تمنع اليهود من كيادة العالم اليوم؟ ألا تقولون أنتم أن الإسلام نسخة مسروقة من اليهودية؟ طيب إذا كانت النسخة الأصلية من اليهودية لم تمنع اليهود من التفوق في مختلف المجالات فكيف تصبح النسخة المنقحة من اليهودية عائقا أمام التقدم؟ عموما هناك كلام كثير ممكن يرد عليهم به نصيحتي لهذه الفئة من الناس أقول لها لا تزوروا وعي الشباب بدون علم هناك دول كثيرة متخلفة ليس لديها إسلام وهناك دول كثيرة متقدمة لديها إسلام إذن الإسلام له سبب التقدم ولاه سبب التخلف هذا تصطيح للمشكلة المشكلة ليست في الأديان أيا كانت بل في غياب المؤسسات الاجتماعية القوية الضامنة للتقدم مؤسسات الدولة والمجتمع والذي يمنع قيام هذه المؤسسات هي المؤسسة الحاكمة بأمر الصهيونية والاستعمار الاستعمار المتخفي هذا ما يقوله الخبراء الدوليون أيضا وسبق أن عرضنا في هذا البرنامج كتاب لماذا تفشل الأمم الكتاب الذي استغرق في تأليفه المؤلفين يعني استغرقه في تأليفه حوالي 15 سنة في البحث عن إجابة لسؤال واحد هو لماذا تفشل الأمم أو لماذا تفشل بعض الأمم وتنجح أخرى ووصل البحث إلى تأكيد الخلصة التالية المجتمعات الناجحة اقتصاديا هي تلك التي تقوم بتطوير مجموعة مؤسسات أو مجموعة من المؤسسات التي ترعى وجوه المواهب والكفاءات والطاقات لدى المواطنين الكتاب لم يقل تلك المجتمعات التي تخلصت من الإسلام هي التي نجحت وإنما هي الأمر متعلق بالمؤسسات الاجتماعية الناضجة عندما يقول لديك مؤسسات تستغل طاقات المجتمع وتوجه طاقات الشباب بشكل صحيح ستنجح وستتقدم لكن الحكومات المستبدة تحولت إلى ثقوب سوداء تمتص كل الجهود الخيرة وكل الجهود المستنيرة إلى هنا تنتهي حلقة اليوم أرجو أن ألقاكم في الأسبوع القادم في أمان الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة